زميلنا محمد شهين من مدينة العالمين الجديدة درة البحر الأبيض المتوسط مدينة الأحلام والأنغام مدينة ألوان الطيف اللي ليها علاقة بالسعادة الفن والترفيه والرياضة والحفلات والاحتفالات والمصرحيات والفعاليات والسرك وكل حاجة حلوة ممكن خيال أي حد يتصورها مرسلنا وزميلنا محمد شهين هيقول لنا إيه هو الجديد مساء الخير يا محمد مساء النور برحب بكم وبرحب بكل مشاهدي سي بسي وموجودين كالعادة داخل كل ركن في مدينة العالمين الجديدة بنرصد كل التفاصيل الجميلة اللي بتحصل في إطار فعليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية تحت شعار العالم عالمين النهاردة طبعا احنا بنتكلم في ختام الويك اند الخامس من مهرجان العالمين الحقيقة كان ويك اند مليان بتفاصيل كتير جميلة مليان عرض مسرحية وحفلات غنائية وفعليات ومسابقات وبطولات رياضية طبعا يعني كان من ابرز وامل احداث مبارح كان حفل الهضبة عمر دياب اللي كان مكسر الدنيا وكان كامل العدد والحقيقة كانت يعني مدينة العالمين مليانة بزوار من مصر ومن الدول العربية ويمكن التقينا بالعديد كمان من الدول العربية من العراق ومن السعودية ومن سوريا ومن المغرب ناس كتير جدا كانت موجودة مبارح في حفلة الهضبة عمر دياب داخل مهرجان العالمين الجديدة كمان احنا بنتكلم عن استمرار عروض مسرحية السندباد اللي بيقدمها نجم الكريم عبدالعزيز والنجمان اللي كريم على مصرح مهرجان العالمين الجديدة وكمان البطولات والمسابقات الرياضية اللي ليها مساحة كبيرة جدا في مهرجان العالمين احنا مبارح طبعا كنا بنرصد مسابقة واحد على واحد اللي يعني بندور من خلالها كده على احرف لاعب موجود هنا في مدينة العالمين الجديدة وطبعا بيشارك فيها العديد من المشاركين من كافة محافظات الجمهورية الأسبوع اللي جاي بقى عندنا بقى شوية تفاصيل جميلة قوي يعني خاصين بقى بالطهي بنتكلم عن مهرجان الطهي اللي هيتم فيه استعراض واجبات وأطباق مختلفة من مختلف دول العالم من مصر ومن الدول العربية ومن الدول الأجنبية عشان نستمتع بيها جمهور مهرجان العالمين وكل الناس اللي بتحب تتزوق الطعام المختلف تتزوق الأطعمة والأطباق المختلفة من كل أنحاء العالم كمان بنتكلم عن انطلاق مهرجان نبتة اللي تعتبر هدية مقدمها الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية لأطفال مصر دون سن المدارس عشان يجوا يتعلموا الثقافة المصرية والتراث المصري من خلال ورش الحكي من خلال ورش المصرح من خلال ورش التمثيل من خلال المسابقات اللي هتتعمل للأطفال داخل مهرجان نبتة هنا على أرض مدينة العالمين وطبعا بيشارك فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين والفنانين زي الفنان ساوسا بدر والفنان أحمد أمين وغيرهم وطبعا بتستمر الفعاليات حتى نهاية شهر أغسطس عشان خاطر تقدم الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية من خلال مهرجان للأعالمين الجديدة كل ما يمتع الجمهور المصري والجمهور العربي والجمهور الأجنبي كمان من خلال الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية أشكرك جدا جدا الزميل عزيز محمد شهين اللي وافينا كل يوم بتفاصيل كتيرة ورسالة وافية جدا من العالمين الجديدة شكرا ليك